لما لاقي واحد زي ايمن نور ايمن عبدالعزيز نور ايمن نور كلكوا عارفين وانا دايما بقول عليه اوصاف بتليخ به مش بتطاول يعني ان انا بحب التطاول معاذ الله والله لكن بقول ان ايمن نور من ساعة ما خرج من مصر عمل كم مبادرة عنده اسهال مبادرات ايمن نور بيعاني فعلا من اسهال مزمن في المبادرات التي لا تغني ولا تسمن من جوة اول ما طلع في تركيا عمل ائتلاف وتحالف من مئة شخصية قالهم من دماغه وقعد كده مع كلابه بيربيها وكتب بمئة شخصية نصهم ولا تلات ارباحهم قالوا له احنا ما نعرفكش اصلا ففاشل اتأول فاكرين انتوا تحالف في المئة شخصية بعدين عمل حاجة اسمها اتحاد الصورة العربية بالاتفاق مع منصف المرزوقي والبيت تتوكل قرمان ومحمود محسود تا الاخوان قال يعني نعمل بقى احنا ببرا عشان نكلم من العالم الغربي احنا تحالف الثورات العربية وبعدين عمل يناير تجمعنا او يناير تجمعنا وبعدين عمل الجابهة المصرية وبعدين الجابهة الوطنية وبعدين على دخل في تحالف دعم الشرعية بتاع مرسي راجع يوم الحد وبعدين دخل في المجلس الثوري مع راش ثوري عن ايه مع مين وبعدين امبارح والاول امبارح اعلن عن اتحاد القوى الوطنية والمجلس الرئاسي وانا رئيسه طبعا انا اقدر العقد اهو يعني عاجل اختيار الدكتور ايمان نور رئيسا للمجلس الرئاسي الانتحاد القوى الوطنية المصرية المعارضة حول العالم ده خناة الشرق اختيار الدكتور ايمان نور رئيسا للمجلس انا هعمل جمعية وابضل اول ايمان نور زي ما قلت عنده عقد وراجل مرتزق كل كل سنة بيطلع بكيان وهمي للحصول على تمويلات من الممولين ده الخصة انا يعني لا اعضح كتير ولا ارغي كتير ولا اوجي اع دماغكم ولا صدعكم ولا اقريف كل الان حريسا ايمان نور مقرف بالتأكيد انا بقول بشكل واضح جدا ايمان نور مرتزق ايمان نور مرتزق يعني هو اصلا جيناته جينات فزدة ده مرتزق واللي بقوله ده مش سباب لكن ده حقائق بنقل صورة واقعية ده راجل مرتزق شغلته اصلا بيقبض وبيقبض من مين بيقبض من اللي بيدفع ما عندهش مبدأ يعني هو بقول انا اللي برالي انا منفتح فعلا منفتح ايمان نور منفتح منفتح على كل اللي بيدفع فهو الرجل قاعد يعمل اخر حاجة عملها دي المجلس الرئاسي او اتحاد القوى الوطنية قال مجموعة العشرين ولا حاجة كده يعني عشرين ايه عشرين طلب ان احنا عايزين اقتصادي يبقى كويس وعايزين نطلع المعتقلين وعايزين نعمل وعايزين نسقط البلد وعايزين الجيش وكلام ده كن ايمان نور زمان بدايته كان برضو بيعمل كينات يقعد على كل مقهة فوسط البلد يعمل اقتلاف او يعمل مبادرة ويطلع هو ايمان تخصص مبادرات عنده اسهال مزمن في المبادرات ومبادرات كلها مبادرات من اجل الارتزاق من اجل التمويل طيب من برها اعلن عن الموضوع وقال انه ابرد بنود وسيقة العشرين اصلاح النظام الاقتصادي وتحقيق العدال الاجتماعية واطلق صراحة استجناء الرأي والمعطاق الكلام اللي بيبدأ يدغضغ فيه مشاعر مين الممولين اللي يدفعوله وفي نفس الوقت يقول باي باي يعني بابا بايدن يعني هو بيقول له يعني انا موجود يعني بيقول للإدارة الامريكية انا موجود وبعدين اي منور زي ما انتوا شايفينه بيقول انا مش عارف هو احط على مصر ليه صحيح يعني حط على مطرقية هوا معاجل سيا تركيا اصلا وانا مش عارف ايه اللي عامله فوشه يعني استغفر الله العظيم والله العظيم اي منور فعلا فعلا اما تقول اسمه لازم تستغفر الله العظيم بعدها عم تقول اي منور استغفر العظيم او اي منور لا مؤخذة والله لا بتريأ ولا بسخر فعلا انا بشوفه مقزز مقزز فعلا فعلا أنا بأشمائز من النظر أنا مش عنصرية ولا أن أنا بحتقر الآخرين أنا أحتقر سلوك الآخرين أنا أيمن نور بحتقر سلوكه سلوك معيب وطنياً بيرتكب الجريمة الوطنية الكاملة أيمن نور عموماً بعيداً عن شكله وكل القصة دي بيقول الإخوان المسلمين الركن من أركان الجماعة الوطنية لنستطيع تجاهلها وليس هناك غلبة لطيار داخل الاتحاد الجديد أنت كدب يا أيمن الله يرحمه كمان الشازلي ما كانش يقول عليه غير الواد ايمن الواد ايمن الله يرحمك يا كمال بيه كان يقولي الواد ايمن الواد ايمن عايز يعمل فيها بطل الواد ايمن هم معارفين ايمن عارف كان بيعمل ايه ايمن وبروح فين وبيجي من ايمن وبيخل ايه وبيسوي ايه الواد ايمن انتحد اوروبة مطلع بان عشانه الواد ايمن تخال خارجية الامريكية مطلع بان عشانه الواد ده بيعمل ايه أيمن نور بيتكلم عن الإخوان المسلمين على أنهم ركن وطني أنا بقول لأيمن أنت لا فاهم مين وطني ومين خايد لوطن الإخوان المسلمين دلوقتي يا آيمن بقوا فاصيل وطني والله إيه انت كذاب قسما بالله أنت كاذب أن تصف الإخوان المسلمين أنهم خايرات الهما نفسهم بينزعوا رداء الوطنية عنهم يعني عكس اللي هما بيقولوه هما بيقولوا الوطن ده بالنسبة لنا ولا حاجة هما بيقولوا تظه في البلد انت جاي بتقول يا الوطني فانت كداب وبتتعلق وبتتغطى بالاخوان واللي بتغطى بالاخوان عريان واللي بتعمل مع ايمن نور بالتأكيد متعاص ده شيء طيب الانادول يعول المعارضون المصريون في الخارج على تدخل بايدن للضغط على الرئيس المصري ايه الكلام التاريخ ايمن نور بيقول انا بعمل كده عشان يبقى عندي قوة اقدر اصول لبايدن وجايب من شوية تغريدة بيقول 2008 بوش طلب ان انا اقول كلمة وكان نفسه ابقى موجود في الكلمة دي انا الليبراليتي واضحة انا الليبرالي وهو ارحلكم الليبراليتي الراجل اهو بمناسبة لحديثة مؤخرة عن قمة بايدن للديمقراطية تذكرت كلمة بوش في قمة الديمقراطية في براغ 2008 والتي تمنى فيها يا حضوري قمة الديمقراطية التالية فضجت القاع بالتصفيق بقول لهم يعني هو عايز يواصل الرسالة لبايدن انا موجود انا موجود ده ايمان نور طبعا لما طبعا عبد الموجود عبد الموجود الدرديري بتاع الاخوان بتاع الحرير العدالة تكلم وقال انه والله احنا مع ايمان نور طيب في معارضين للقصة دي المعارضين قالوا ايمان نور بيوصفهم انه هم يعني هدمين ولا ينظروا الا لمصالحهم وطبعا انا عرضت لكم الكينات لكن تعالوا بقى شوفوا ايمان نور اول ما اختروه ايلا حصل الاخ عمرة عبد الهادي الكادر الاخواني قال ايمان نور جمع صحابه جمع صحابه والعاملين في القناة وبعض اللي بينه وبينهم صداقة ومصالح واعلن نفسه رئيس عليهم في كيان قديم الكلام بقوله هم مع بعض برا يعني ايمان نور كانوا شغال مع بعض شوف عمرة عبد الهادي بيقوله على ايمان نور بيقوله الكلام اللي قدامه بيقول لم يصحابه وعمل كيان جديد بنفس الافكار القديمة عمرة عبد الهادي برضو بيقول ايمان نور يدخل موسوع الجنس للارقام القياسية في عدد الكيانات الثورية اهو التي اطلقها من 15 عشرات الكيانات في نفس 6 سنوات كلهم بنفس القاع نفس الرؤية نفس الاشخاص نفس الملابس نفس الاهداف نفس النتائج نفس الاعلاميين نفس القنوات سامي كمال الدين بيقول قناة مكملين فضحوا بعض اهو قناة مكملين وقناة الشرق 6 مليون متابع على الفيسبوك تم عليهما بث مباشر لمؤتمر ايمان نور اللايف اتفرج عليه 26 شخص وحط علام التعجب لماذا يحرق ايمان المعارضة بهذا الشكل ولصالح من هل هذا هو تأثير المعارضة التي ستسقط السيسي اللايف لم يصل الى 1% من بث عمر أديم او معتز مطر مكملين حزفة البث طبعا سامي كمال الدين واحد وقح وحقير ومش متربي لكنه واقع فيه خناء مع مين مع ايمان نور ومرأة ايمان نور واليدعاء حسين وكله واقع في بعض وعمر عبدالهادي مع سامي كمال الدين ضد ايمان نور فبيفضحوا في بعض واحمد حمدي معاهم يعني مش حاجة اخش في التفاصيل لانه التفاصيل يعني رحتها حقيرة لكن تعالوا وليد شرابي القاضي المفصول بيقول اهو بيقول في ذكرى الانقلاب مش عارف انا 3 يوليو يا ايها القاضي الحقير المفصول بقولك انه 3 يوليو اعظم ثورة شفه الشعب المصري في تاريخه تم تأسيس ما سمي بالجابهة الوطنية المصرية في ذكرى تنحي مبارك اليوم تم الاعلان عن تأسيس ما سمي بالاتعاد القوى الوطنية او الجابهة الوطنية بشرطة بنفس الاشخاص الفرق الوحيد بينهم انه في مؤتمر تأسيس كيان اليوم كان البعض ارتد كمامة يعني كل التغيير الكمامة كله بيهاجم فيه حمزة زوبع بقى بيقول اي تحرك في الداخل او الخارج يولد ميتا وفاقدة للشرعية على الجميع ان يستأذن الشعب قبل ان تحدث باسمه وعلى ان يطلب منه ان يمنحوا شرف بتحدث باسمه فاذا منال هذا الشرف يستطيع القائمون عليه مواجهة العالم كله ده مين معتز ده حمزة زوبع فايمن نور رد عليه قال له اتمنى ان يسمح لنا يسمح لنا بالعودة للشعب فلو حرس هذا لسنا بحاجة للاتحاد ولا لشيء اخر فرد عليه حمزة قال له لا نحتاج الى الاتحاد نحتاج الى الاتحاد في كل الاوقات نحتاج الى الاتحاد بعد العودة اكثر من ما نحتاج اليه اهو يا جماعة ادي ايمن نور برا بس برا بس عمل كده طبعا حمزة بقوله شرف المخاولة ونعد العودة ونجهز الفرح وغيره اه ادي الناس اللي اتكلموا على ايمن نور من الاخوان اللي موجودين في الخارج ومن يسمون انفسهم بمعارضة الخارج يعني ايمن نور مش قادر يجمع 10-15 واحد اللي موجودين في تركيا طب تعالوا نسمع تعالوا نسمع ايمن نور تعالوا نسمع ايمن نور ما هو الجديد الذي ستقدمه هذه المظلة او هذه الدعوة وكيف يمكن مواجهة العقبات التي وجهت الكينات السابقة الحقيقة ان هذا السؤال يبدو محبطا من البعض وبيعبر عن احباط البعض بفعل تجارب متعددة اطلقت في مراحل سابقة خلال السبعة سنوات الماضية وهذا الاحباط الحقيقة ليس ايجابيا وليس شعورا صحيحا لكل من يتوهم ان هذا مجرد تكرار للتجارب السابق ان لديه وهو شخصيا مشكلة في فهم طبيعة العمل السياسي من لا يفهم ذلك لديه مشكلة الحقيقة في الفهم والخبرة وهو الطاقة السلبية هدامة في بعض الاحيان يعني انا بس بنقل لحضراتكم مش بطايع وقتكم ولا بقول حاجات يعني انا بقول انه ايمن نور يوم الخميس اعلن عن تشكيل كيان جديد والكيان ده بلى هواجه به المصر هواجه به كذا واروح به البايدن عشان انا باخش بقى انا الزعيم ارجع تاني بقى من برا واقود وغيره طبعا مش احنا اللي بنرد عليه اللي رد عليه الناس اللي معاقوا في تركيا هناك قالك ده الراجل ممثل ده راجل بيسهل مبادرات وكيانات عشان يجيله تموله من الخارج وانا نقلت لحضراتكم بالتغريدات الناس اللي موجودين معاه برا قالوا عليه ايه مش تتاخل